السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا بكم في قناة تعليم إصلاح مكينة الخياطة اليوم ما لدينا هذه المشكلة كما رأيكم فيها الموتور لا يدور المشكلة كما ينبغي اتبعوني هذا المشكلة هذا المشكلة الموتور سوف نحل ونشاهده ونبغي المشكلة بعد أن نحوز هذا المشكلة لدينا بعض المشكلة بعد أن نشاهد القروة القروة مليحة هذا المشكلة يجب أن تحلوه لكي نجموه هذا المشكلة كما رأيكم ونضع لدينا بعض المشكلة تحلوه لكي نجموه كما رأيكم ثاني نجموه كما رأيت هنا ونضع كائنا هنا مليحة داخل يكون حاكم كما هكذا ثم نحوز تحلوه كما رأيكم تحلوه تحلوه ثلاثة كما هكذا كما هكذا هذا تحلوه كما هكذا كما هكذا يجب أن يأتي هنا هذا كما هكذا ثاني ثاني سوف نقلع هذا لكي نحل الموتور كما رأيكم تشاهدون وهذا التاني ينقلع كما هكذا حاجة سهلة كانوا واحدة سير كليبس كما هكذا باش تنجموه وتخرجوه هكذا تاني تنجموه كما بات الطريقة سوف نقلع هذه الموتورة كما هكذا سوف نقلع هذا الموتور كما نقلع نقلع كما رأيكم تشاهدون سوف نطوئي هذه الموتورة ونبدأ الشربون والعبار الموتور سوف نقلع جدد كما رأيكم تشاهدون هي طريقة سهلة كيف نقلعها كما هكذا يجب أن تكون الموتورة كيف تضحون هذا الموتور تحتاج إلى هذه الموتورة هذه الموتورة تحتاج إلى الموتور سوف تنجموه لكم وبالتالي تحتاج إلى الموتور هذا لا يمكنهم التخطير على المتواجرات القهلة هذه طريقة سهلة كيف تركبه و تركبه و تركبه ماتفال المتواجرات القهلة نظر لك و النظر يتعلم كيف يتحرك المتواجرات القهلة حتى يجب تركبه هذا المتواجرات طريقة سهلة نضع الكرس هنا هذا يجب أن نضع الموتر ونضع الشرارة ونضع الكرس هنا نضع الموتر كما أضعنا كما كان ونضع 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 الموتر كما كان في البلسطة طريقة سهلة ونضع 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته